بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا يا ثامن اليوم سوف نأخذ درس جديد وهو تاريخ المسلمين في الأندلس كما أخذنا في الدرس السابق بأن الأندلس هي شبه الجزيرة الأيبيرية وهي إسبانيا والبرتغال وقلنا أيضا بأنه تم دخولها في عهد الوليد بن عبد الملك عن طريق طبعا والي في إفريقيا موسى بن نصير وأيضا عن طريق العسكري اللي هو القائد العسكري هو طارق بن زياد والآن سوف نأخذ نتعرف أكثر عن تاريخ المسلمين في الأندلس طبعا نحن نعلم بأن الدولة الأموية كانت قوية جدا ولكن بعد ذلك أصبحت تضعف شيئا فشيئا خاصة في الدول العربية فجاءت بعد الدولة الأموية الدولة العباسية وطبعا كانت بنهايتها كانت معركة بين الدولة الأموية والدولة العباسية وهي معركة الزاب وانتصر فيها العباسيون على الأمويون فهنا سقطت الدولة الأموية في الدول العربية ولكن لم تسقط في الأندلس يعني تم إحياء الدولة الأموية في الأندلس فهناك شخصية اللي هو يدعى عبد الرحمن وبهذا الدرس رح نأخذ عن ثلاث شخصيات أسمائهم عبد الرحمن فسوف نأخذ عن عبد الرحمن الداخل وهو شخصية معروفة جدا ومشهور جدا وأيضا سوف نأخذ عن عبد الرحمن الأوسط وسوف نأخذ عن عبد الرحمن الثالث اللي هو لقبه عبد الرحمن الناصر يعني لقبه بالناصر فهم أسمائهم الثلاثة عبد الرحمن ولكن كل واحد لديه إنجازات المعروف أكثر هو أول شخصية سوف نأخذها لهو عبد الرحمن الداخل فعبد الرحمن الداخل كان موجود في الدول العربية وكان يعني ملازم للعباسيين ولكن كان هو ضد العباسيين لأنه كان متأثر أكثر بالدولة الأموية فقاموا باللحاق به العباسيين بسبب آراءه وتصرفاته فهو طبعا توجه إلى الأندلس وأعلن هناك قيام الإمارة الأموية فيها فهنا لدينا تمكن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من تأسيس الإمارة في الأندلس ولقب بالداخل طبعا لا لقب بالداخل لأنه دخل الأندلس داخل لأنه دخل الأندلس طيب هذا عبد الرحمن الداخل اللي قلنا إنه شخصية معروفة جدا ما أهم أعماله طبعا أهم أعماله إنه أنشأ جيش قوي جدا كمان هو سياسته كانت سياست اللين والتسامح والعفو فشخصية عبد الرحمن الداخل مش بس المسلمين في الأندلس حبوا أيضا الإسبان نفسهم والمسيحيين هناك تأثروا بشخصية عبد الرحمن الداخل وأيضا اتخذ مدينة قرطبة عاصمة الإمارة الأموية وهنا لدينا تمثال موجود إلى غاية الآن في إسبانيا لعبد الرحمن الداخل وهذا إن دل يدل على شجاعة هذا الشخص وقوته وأيضا اللين والتسامح اللي كان هو متبعه في حكمه أرجو منكم كتابة هذه الأسماء حتى تسهل ديكم الدراسة هنا لدينا في نهاية الصفحة ثاني شخصية اللي هي شخصية عبد الرحمن الأوسط في عهد الشخصية الثانية اللي هو عبد الرحمن الأوسط اتصفت أيامه وعرفت أيامه بأيام العروس يعني لقبت أيامه وحكمه بأيام العروس لماذا؟ وذلك بسبب كثرة الخيرات في عهده من أموال من زراعة من كل شيء كان هناك خيرات كثيرة في عهده فلقبت أيامه وحكمه لعبد الرحمن الأوسط اللي هو الشخصية الثانية اللي هو بأيام العروس الآن لدينا وفاة عبد الرحمن الأوسط فيقول لنا الكتاب بأنه بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط بدأ الضعف في الإمارة الأموية لماذا؟ وذلك بسبب حياة الطرف واللهو لأنه في عهده قلنا بأنه كان خيرات كثيرة فأصبح جميع فئات وشرائح المجتمع في الأندلس غني إلى حد ما فأصبحت حياة الطرف كثيرة جدا في الدولة الأندلسية وأيضا بسبب هجمات الفرنجة التي قدمت من شمال شبه الجزيرة الأيبيرية والفرنجة هم الأوروبيين قاموا بعمل الكثير من الهجمات ضد المسلمين في الأندلس الآن سوف نأخذ عن ثالث شخصية وهو عبد الرحمن الثالث والذي لقب بالخليفة الناصر طبعا بعد الضعف الذي لحقت بالإمارة الأموية بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط جاء اللي هو عبد الرحمن الثالث وقام بالعديد من الأمور التي عادت الإمارة الأموية إلى قوتها منها اللي هي أنه وحد البلاد وأنشأ أسطول بحري وتصدى للخطر الفرنجي وفي نهاية الصفحة طبعا انتهى حكم عبد الرحمن الناصر اللي هو عبد الرحمن الثالث واضطربت بعد فترة حكمة اضطربت الحياة السياسية وعادت من جديد الدولة الأموية في حالة من الضعف فأدى ذلك إلى ظهور دول متعددة سميت بدول الطوائف يمكن أنتوا بالتأكيد أول مرة بتسمعوا بدول الطوائف عصر ملوك الطوائف وعصر الطوائف في الأندلوس كانت يعني وقتها طويل جدا يعني إحنا عشنا كمسلمين في الأندلوس 800 سنة عصر ملوك الطوائف كان تقريبا 450 سنة يعني فترة كتير كبيرة اللي هي عصر ملوك الطوائف طبعا في السطر الثاني منحوط تعلل انقسمت الدولة الأموية إلى دولات عديدة أصبحت تعرف فيما بعد باسم ملوك الطوائف لماذا؟ الجواب بالسطر الأول اللي هو بسبب الفوضى وتدخل القوى الخارجية مثل الخطر الفرنجي إذن بسبب الفوضى اللي كانت موجودة في الأندلوس بسبب الفرنجة أيضا وبسبب هجماتهم على المسلمين في الأندلوس أدى ذلك إلى انقسام الدولة الأموية إلى انقسام طبعا انقسمت إلى 22 دولة يعني تخيلوا الأندلوس مقسمة إلى 22 دولة وفي كل دولة فيه ملك فعشان هيك سموه عصر ملوك الطوائف لأنه أصبح كل ملك من هذه الدولات يعني لديه حكم خاص فيه فهذا أدى إلى النزاعات فيما بينهم طبعا نؤثر كثير على الدولة الأندلوسية أشهر تلك الدولات هي غرناطة هي مشهورة جدا وإشبيلية وطوليطلة وصر قسطة أوكي طيب هلأ في عنا طبعا المسلمين ما كان عاجبهم خاصا كشعب يعني شعب أندلوسي ما كان عاجبهم هذا الانقسام فجاء المعتمد ابن عباد اللي هو أنا حط عليه مربع وهو آخر ملوك الطوائف في الأندلوس طبعا الفرنجة استغلوا هذا الانقسام وقاموا بعديد من الهجمات فالمعتمد ابن عباد استنجد بأهل المغرب العربي وهم كانوا مسمين حالهم المرابطين دولة المرابطين في المغرب العربي فاستنجد فيهم لحتى يقوموا بمساعدته بعمل معركة ضد الفرنجة وبالفعل قام المسلمين بهذه المعركة وانتصر المسلمين فيها واسم هاي المعركة معركة الزلاقة معركة الزلاقة طيب حين هون علل كان لمعركة الزلاقة أثر كبير في تاريخ الأندلوس الجواب لأنها أوقفت زحف الفرنجة لأنه فعلا الفرنجة استغلوا انقسامنا وانقسامنا إلى دويلات فطبعا بسبب هذا الشخص المعتمد بن عباد وبسبب دولة المرابطين في المغرب العربي انتصرنا على الفرنجة أيضا هناك معركة ثانية كانت بين طبعا المسلمين ومع الإسبان يعني المعركة الثانية وهي معركة الأرك فطبعا هذه المعركة كانت بين المسلمين والإسبان وأيضا وأيضا انتصر فيها المسلمين وهنا لدينا صندوق يتكلم عن المعتمد بن عباد من هو ومعلومات عنه لدينا أيضا حرب ثالثة وهي معركة العقاب وللأسف هنا بهذه المعركة طبعا كانت بين المسلمين والإسبان ولكن في هاي المعركة طبعا انهزم المسلمين لأنه صار فتنة وقعت في صفوف المسلمين في الحرب فلأسف أدت إلى هزيمتهم فهنا لدينا سؤال وضح نتائج معركة العقاب طبعا نقول واحد بسبب أول نتيجة أنه هي هزيمة المسلمين ثاني سبب اللي هي أنه ضعفت مكانتهم وقوتهم ثالث شي اللي هي سقوط العديد من مدن الأندلسية بيد الإسبان ورابعا طبعا سقوط قرطبة وانهيار دولة الموحدين فهنا عشان نسهل الحروب والمعارك اللي خاضها المسلمين في الأندلس فأنا عملت لكم إياها بهذا الشكل عنا معركة الزلاقة كتبت لكم إن هي بين المسلمين والفرنجة الفرنجة هم الأوروبيين حطت لكم صح صح يعني إنه إحنا انتصرنا فيها معركة الأرك اللي هي بين المسلمين والإسبان برضه حطت صح يعني إنه انتصرنا فيها معركة العقاب وللأسف هاي كانت معركة حازمة جدا يعني وهي اللي أدت لضعف المسلمين في الأندلس كانت بين المسلمين والإسبان ولكن للأسف لم ننتصر فيها فهاي يريد تعملوها بهذا الشكل عندكم بالكتاب عشان تسهل عليكم عملية للدراسة والآن سوف نتحدث عن انهيار الحكم العربي في الأندلس اللي هي سقوط الأندلس للأسف هاي الحضارة التي نبعت منها العلوم والثقافة وكل شيء سواء كانت مثلا العلوم في الطب في الكيميا في الهندسة في كل شيء للأسف للأسف بعد 800 سنة من يعني وجود المسلمين في هذه المنطقة طبعا انهارت بسبب ضعف آخر الخلفاء فهناك كان لدينا قبيلة هم بنو الأحمر طبعا هم كانوا هم أمراء بالأندلس كانوا يسموا ببنو الأحمر وهم من أقوى أمراء الأندلس حاولوا الوقوف بوجه الفرنجة وفعلا تصدوا لهم بشكل كبير ولكن بعد ذلك أصبحوا يضعفوا شيء فشيء فكان آخر حاكم وآخر ملك من دولة بني الأحمر هو أبي عبدالله الصغير يريت نحط عليها مربع حون فوق بأنه أبي عبدالله الصغير هو كان آخر ملوك دولة بني الأحمر وآخر ملوك أيضا الأندلس من المسلمين فللأسف سقطت على يده فسلم غرناطة لأنه كانت غرناطة هي عاصمة المسلمين في إسبانيا في الأندلس فللأسف سلم غرناطة إلى الإسبان وقاموا بعمل معاهدة المعاهدة تقول بأنه يتعهد ملك غرناطة اللي هو المسلم بتسليم المدينة إلى ملك طبعا اللي هو إسبانيا وتسليم قصر الحمرة القصر الذي قلنا عنه بشكل كبير جدا تخيلوا بأنه سلم هذا القصر والقلاع والحصون جميعها للإسبان فكانت هذه بنود معاهدة غرناطة هنا أيضا في آخر الدرس سوف نكتب من هو آخر ملوك دولة بني الأحمر منقول منقول اللي هو أبو عبدالله الصغير وهذا السؤال مهم جدا فطبعا في نهاية الدرس يجب علينا أنه معرفة بأنه الأندلسيين قاموا بطرد جميع المسلمين سواء كانوا مسلمين عرب أو مسلمين أو يعني أوروبيين أو إسبان اعتنقوا الدين الإسلامي طبعا طردوهم من إسبانيا وأبو عبدالله الصغير نظر إلى إسبانيا وبكى فقالت له والدته ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال فهنا لدينا أسباب سقوط الأندلس أسباب مهمة جدا طبعا من الميل إلى حياة الترف والله الخلافات والنزاعات بين ملوك الطواقف للأسف أيضا الصراع الداخلي في الأندلس بين العرب والبربر والبربر هم قبيلة من المغرب العربي وأيضا ازدياد أطماع الفرنجة الذين كانوا يطمعون في انتزاع الأندلس من أيدي المسلمين هنا لدينا جواب هنا لدينا سؤال أجوبة الأسئلة أرجو منكم توقيف الفيديو أو أو عمل سكرينشوت وهنا السؤال الخامس إنه كم دام حكم المسلمين في الأندلس الجواب ثمانية سنة وشكرا لكم لحسن استماعكم ودمتم سالين ترجمة نانسي قنقر